قال أحدهم الأمل خبز الفقراء وهنا ووسط واقع يائس وجائع يأتي الأمل على شكل رغيف لطف الشرفي أحد أبناء محافظة حجة وكل ما يحلم به لطف هو أن يقدم الخبز لكل جائع بلا مقابل إذن رغيف خبز بالمجان هو الحلم الذي سعى لطف لتحقيقه مستغلا تحول العالم إلى قرية صغيرة فعن طريق منشور في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب حلمه ليجد طريقه إلى قلوب الخيرين هو حبارة عن حلم كتبته في موقع التواصل قلت أحلم بإنشاء مخبز خيري بمدينة حجة وضعت المنشور فإذا بالأقوى الأهل الخير يتواصلون به وقالوا هذه فكرة طيبة توكل على الله تعد حجة إحدى أكثر المحافظات اليمنية تضرورا من الحرب القائمة منذ ما يقارب العامين وأزمة اقتصادية حادة في بلد أصبح جميع سكانه تحت خط الفقر الوضع سيء إلى أبعد الحدود لا حول ولا قوتها إلا بالله الكل محتاج إلى رقيق القدس عندما تغيب الدولة يصبح من الحاجة الملحة والضرورية ظهور مثل هذه المبادرات المجتمعية لسد جزء من هذا الفراغ ومحاولة التخفيف من معاناة الناس الأكثر تضرورا والفئة الأكثر ضعفا وهذا ما شهدناه من مشاريع خيرة في أكثر من محافظة في صورة جسدت معنى التكافل الاجتماعي ولكن يبقى الفرق بين مخبز لطف وغيره من المبادرات هو الصدق النواية ومدى الاستفادات الحقيقية للناس فما يحتاجه هؤلاء هو ما يسد رمقهم وليس آلاف الصور والمنشورات في عالم افتراضي لا تسمنوا ولا تغني من جوع